ولد المخلص هللويا لاحظ الكلام لمريم وليوسف أيضا نفس الرسالة يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم أو قول الملاكة للرعاة في بيت صحور أبشركم هي أخبار حلوة أخبار مفرحة أخبار صارة أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم فإذن هذا اسمه وهذه طبيعته وهذا هو أيضا عمله أنه جاء ليخلص خليني أبتدف بالقول أحبائي هذه واحدة من الأسماء الإلهية المخلص هو لقب الألوهية للرب يسوع المسيح فجاء ليخلص في اللغة العبرية مشيع يعني المخلص أو ليخلص أو عندما صرخت الناس عندما دخل يسوع أورشاليم بانتصاره أو بدخوله الظافر إلى أورشاليم هو شعنة آه يا رب خلص الآن طبعا كان كلامهم بيتذكروا اللي حدث مع المكابيين عندما دخلوا أورشاليم ليطهروا الهيكل لأنه واحد من حكام السوريين أنتيخوس أبيفناس في أيام اليونان قدم خنزيرة على المذبح مما أثار اليهود أو غضب اليهود ودخلوا وطهروا الهيكل وظنوا عندما قالوا خلص يا رب هو شعنة أوصنة في الأعالي المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة هي كانت رسالة الملاك ولكن أحبائي عندما دخل يسوع ظنوا أنه جاء ليطيح بالإمبراطورية الرومانية لأن مفهوم الخلاص في العهد القديم هو الخلاص من العبودية الخلاص للحرية الخلاص للأعداء كما فعل القضاء في القديم وهكذا كان بالنسبة لهم الخلاص أي الازدهار السياسي والاقتصادي والحرية وشبع ما شبع